اصبحت النجمة الجميلة حلشيها حديث المجتمع وده بعد عقد غرانها على معيز مسعود اصبحت مادة سرية للإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة مع تصرحتها الجريئة والمثيرة للجدل دائما من خلال فقراتنا النهاردة هنتعرف على اتهام حلل مهاجميها اتهامتهم انهم لا يتبقون سنة الرسول وهنتعرف كمان على عدد اولادها اللي بيعيشوا معاها هل كل اولادها بيعيشوا معاها ولا لا وايه السبب واصررتني عن حلشيها وهنتعرف كمان على شروط معيز مسعود من حلشيها للزواج بها وفارق العمر ما بينهم وهنبدأ دلوقتي مع بعض اولى فقراتنا منذ خلع حلل النقاب اصرت الجدل على السوشيال ميديا قد زاد الحديث عن حلها في الفترة الاخيرة وده بسبب الاخبار اللي اكدت وجود علاقة حب ما بينها وما بين الداعية الشهير معيز مسعود والتي تأكدت منذ ايام بعقد قرانهما ومع زواج حلها انتشرت الكثير من الاشاعات الاشاعات اللي بتتحدث عن اعتزالها للفن وعلى الفور خرج والدها صرح لنا عقب الحفل انه هو اوصى ابنته بانتوسان الزوجها وانت استمر في تقديم فنها الراقي واكد ان معيز كمان قد تعهد بان زوجته سوف تقدم في الفترة القادمة اعمالا فنية زات قيمة حل بقى في الفترة اللي فاتت تحدثت في حوارات كثيرة عن الاسباب اللي دفعتها لخلع الحجاب بعد اكتر من 12 سنة اكدت حالة من خلال تصراحتها ان الهجاب ليس الاساس في الدين وقالت كمان دليل على كده قالت بدليل انه تم ذكره في منتصف الكرآن الكريم وتحديدا في صورة النور ولم يتم ذكره في بداية الكرآن الكريم ده كلامها قالت كمان ان ربنا رحيم بدليل اننا بنقلع الحجاب ولا يعاقبنا وبيسمحنا قالت كمان ربنا بيحب الحجاب بس ده مش الاساس اما على الرأي الشخصي يجي الحجاب في وص الكرآن يجي في اول الكرآن المهم في الاول والاخر انه هو امر من عند ربنا وما يجب علينا غير ان احنا انطيعوا المنهج الاسلامي بكل اوامره نزلت على الرسول تدرجيا يعني ما نزلتش اوامر ربنا كلها مرة واحدة وده كان شيء طبيعي طبعا علشان يناسب الظروف وقتها في وسط انتشاره عداف سلبية كتير ما كانش ينفع ان كل اوامر ربنا تنزل مرة واحدة وده على حد علمي علشان يكون ترسخ الايمان تدرجيا في قلوب الناس بدليل ان ربنا امر الرسول بالدعوة السرية اولا وكان بيدعو كل قريبه وعشرته امر ربنا الرسول بالجهر بالدعوة وكل خطوة كان بياختوها الرسول كانت بأمر من ربنا يعني عايز اقول ان كل خطوة كان بياختوها الرسول كان لها وقت محدد وبأمر من ربنا والحكمة هو اعلى بيها ما علينا الا طاعت او من ربنا شاركوني برأيكم في التعليقات تحب تقولوا الحلقة ايه هنرجع نكمل كلامنا اعترفت حلقة ان هي اقطعت وده عندما ابتعدت عن الفن والحياة خلال الفترة اللي بدأت فيها تصلي كثيرا وتقرأ القرآن حالة حسد براحة نفسيها كبيرة لذلك قررت اعتزال الفن اكدت كمان ان هي كان واجب عليها ان هي توزن بين الاثنين هي شايفة بقى ان اللي بيهجموها بسبب خلعها للنقاب والحجاب لا يطبقون سنة النبي ولا يتعاملون مع غيرهم برحمة مثل ما كان يفعل الرسول ارد على حلقة اقول لا الرسول كان فعلا رحيم بالناس وده لان الناس كانت لسه حديث العهد بالاسلام لكن الاسلام دلوقتي واوامر ربنا دي بقالها الاف السنين وكمان عقولنا لا تقارن بالناس في عهد الرسول وده بسبب مرور الاف السنين مرت الاف السنين وكل وقت بيعج علينا بيأكد لنا العلماء والدراسات والابحاث ان كل حرفه في القرآن الكريم صحيح وكل كلمة جاءت في القرآن الكريم العلم اثبتها بعد كده وده يخلينا نؤمن بكل حرفه في القرآن الكريم وبكل امر من قوامر ربنا سواء في الحجاب او في غيره وعايز اقول لحلقة ان كل اللي بيهجموك دولا بيحبوك وبيتمنونك الخير دايما وبيتمنونك ان بتكوني مثالية في كل حاجة لو محدش بيحبك محدش هينتقدك وناخدوهم ليه كده نقض بناء علشان تكوني في صورة اجمل وده مش معناه ان كلنا ما بنغلطش كلنا بنغلط انتي اوان او غيري ربنا جعلنا مريا لبع نشوف فيها عيوبنا قبل ميزتنا ده طبعا بالنصيحة الحسنة نرجع نكمل كلامنا حالة بقى اكدت لنا ان الزعيم على الامام هو اول شخص في الوسط الفني بتزوره وده بعد ما خلعت الحجاب مباشرة حيث كانت ترغف الاتمانان علي فهي لديها علاقة جيدة جدا بيه حيث شركته في احد اهم افلامها الجميلة وهو في المعاريس من جهة امنية وبتتمنى دايما ان هي تشتغل معي من ناحية اخرى حالة لديها اربع ابناء هم خديجة وهانة على اسم اختها وعائشة واحمد بعد رجوع حالة لمصر وطلبها الطلاب من زوجها الكندي وحصلت عليه بشكل رسمي منذ عدة اشهر اتفقت مع طاليها ان احمد وعائشة يعيشوا معها في مصر وان يبقى معه هانة وخديجة في كندا وده بسبب ظروف الدراسة وان الامر اللي اتفقت عليه ده مع طاليها هو في مصلحة اولادها جميعا دلوقتي معادي فقرتنا هنتعرف على شروط معزل الزواج من حالة معزل شرط عليها ان هم هيقرأ اي عمل بيعرض عليها قبل ان تبدي رأيها فيه سواء بالقبول او بالرفض كما اشترط عليها ايضا رفض القبليات والاحضان حتى لو كانت في سياق الدرامي للعمل بالاضافة الى عدم الظهور في اي برنامج قبل الرجوع اليه خاصة بقى نوعية البرامج التوك شو اللي هدفها اصارة الجلل وكشف التفاصيل عن الحياة الشخصية واشترط عليها شرط تاني ان ترتدي حالة ملابس محتشمة وطويلة في جميع المناسبات اللي بتحضرها سواء المناسبات دي كانت متعلقة بعملها او غيره اما الشرط الاخير عدم نشر حالة اي شي على مواقع التواصل الاجتماعي الا بعد الرجوع له وبمراجعته وده حتى لو مجرد تعليقات بينهما يراها الجمهور اما الشي اللي ما يعرفوش الكثير ان موايز مسعود يكبر حالة شيحة بسنة واحدة فهو من مواليد 1978 وسنه 42 عاما اما حالة فسنها 41 عاما فهي من مواليد 1979 شاركوني بقى برأيكم في التعليقات ايه رأيكم في شروط موايزة على حالة اما عن رأيي الشخصي انا شايفة ان هي شروطة عادية جدا وشايفة كمان ان الشروط دي كتير من الازواج بيشرطوها على زوجته وطبعا ده في الجزء الخاص باللبس وعدم نشر اي حاجة على مواقع التواصل الاجتماعي اللي بيرجوعه للزوج الكتير من ازواجنا بيشرطوا علينا كده وده بيكون فيه احترام للزوج وده طبعا ان الزوجته بتحمل اسمه وان كل تصرف ليها في الاول وفي الاخر بيرجع للزوج وطبعا ده ما بيقللش ابدا من حقوق المرأة بالعكس الزوج في الحالة دي بيحافظ على صورة عائلته وصورة قسرته بدليل وبالبلد كده لان اي حاجة مش كويسة بتحصل من اي ست بيقولوا فين الرقيب عليها فين زوجها يعني الزوج في الاول وفي الاخر بيكون هو المسؤول عن تصرفات زوجته ايه رأيكم شاركوني برضو برأيكم في التعليقات ودايما بحب تناقش معاكم في موضوع الحلقة يعني في موضوع حلقتنا وبنقدمش خبر فني وخلاص بالعكس بنا تناقش كمان في موضوع الحلقة وخصوصا في التعليقات وده علشان محتوى القناة كله هدف مش مجرد نشر خبر فني وخلاص ايه رأيكم ودلوقتي هنتكلم عن اهم اعمال حلق جميلة غاوي حب ليه خليتني احبك فيلم السلم والصعبان سحر العيون اللمبي عريس من جهة امنية اريدو خلعا مش انا كامل الاوصاف مسلسل زلزال خيانة عهد والحياة غيره من الاعمال الفنية الجميلة والحد هنا نكون وصلنا لنهاية فقراتنا النهاردة اتمنى ان فقراتي معاكم النهاردة تكون عجبتكم واتمنى دايما ان اكون عند حسن ظني متبايني والكل الناس المستمرية معايا لغاية اخر الفيديو بشكركم جدا 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 لحسن الاستماع انتظروني ان شاء الله في حلقة تانية من قناتي ياسمنت اليوتيوب وقبل ما مشوا واسيبكم بنقول لحلقة الف مبروك اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة